اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اول ما تشعر بمشاعر الخوف ابدأ مع نفسك وفكر في الحاجة انت فرود تستعد لدي وابدأ خطبه نفسك تصور واضح لمجموعة الافعال اللي انت هتعملها وهي هتساهم في انك تكون اكثر استعدادة للحاجة اللي هتحصل وحتى لو بعد مستعدت شعرت بمشاعر الخوف تذكر انه محتاج تتسلح اكتر بالثقة واليقين والايمان لانك عملتل عليك ويتذكر ان ربنا سبحانه وتعالى لا يوضيع اجرم الاحسن عمله خلينا اقول ليك مجرد الشعور بالخوف ده معناه انت عايز تستعد اكتر لحاجة جاية فهبعد مع نفسك فكر وخد سيناريو لكل التصرفات وكل السلوكيات اللي هتخليك اكثر استعدادا وفي اللحظة ديك هتكون انت تخلصت من شعور الخوف تماما وتسلح بمزيد من الثقة وبإيمانك بربنا سبحانه وتعالى وهنا بيتغلبك على الخوف هتشعر بارتقاء اكتر وحتنجز اكتر وعيش بيقوم سعادة السلام عليكم